وأنا عم بتطلع عن الرسالة والأهداف إذا ممكن تشاركيها لأنه فعلاً نقاط كتير كتير مهمة ومش بس بتفيد المرأة بتفيد كمان الرجل يعني تفضلي أهدافنا ورسلتنا هي أول شيء تمكين المرأة مثل ما قلت إنه نعطيها التولز تطوير وبناء قدراتها يعني نشوف شو عندها قدرات ونجرب نشتغل على هيدا الموضوع من خلال اللقاءات مع السيدات هيدا منعرف شو الحاجات ومنعبي هيدا الحاجات نعلمها عن القيادة بصراحة بس احكي عن موضوع ليدرشيب للمرأة كثير بيجيني هيدا الأسئلة أنه أنا مني ليدر أنا مرأة بالبيت أنا ست بيت كيف بدي أكون ليدر حقيقة القيادة من قيادة أنه نوقف بمكان مثل هيدا أو نوقف نوعز أو نوقف نقود مجموعة القيادة فيك تكون قائدة ببيتك فيك تكون قائدة مع زوجك فيك تكون قائدة مع أولادك تربيهم فالقيادة بالأشياء البسيطة تعرف تاخذ قرارات صائبة هيدا القيادة فنحن بحاجة أنه ندرب ستتنا على مفهوم القيادة المسيحية والقائد المثالي قدامنا هو المسيح المسيح هو القائد يلي ولا مرة ولا مرة إشتل عنده إمرأة إلا مع عملها بأقصى درجات الاحترام بأقصى درجات الاحترام أريد أن أقول إذا نقرأ بالأناجيل كلهم القصص عن النساء يلي اتعامل معهم المسيح كثير أنت عارف يا إختي أنه مريم العذراء هي يلي حملت المسيح والملك يجي حكيها إله بيضاوي ما يجي عند يوسف يجي إله وقال له إله قبل ما يجي عند يوسف وهيدا أمر بشرف المرأة تاني شي هي يلي ربت المسيح بعدين هي يلي بس المسيح مات على الصليب كانت واقفة على الصليب صح فكان في إله تواصل كبير مع المرأة المسيح هن اللي كانوا النساء كانوا يخدمنا هن من أموال هن هن اللي كانوا يخدموا بالكتاب المؤدس ما في أكتر من لقاءات المسيح مع المرأة وكان عطول يرفع من قيمة وشأن المرأة بعدين حتى نقول بناء الشخصية والصورة الذاتية الإيجابية والثقة بالنفس هذا موضوع كتير مهم المرأة لازم نعلي لثئتها بنفسها ليش المرأة ثقاتها بنفسها متدنية لأن التربية المشكلة بالتربية ربياني بمجتمع ذكوري صبي أهم من المرأة صبي أهم من البنت بس يخلق صبي بيفرحوا بس تخلق بنت عادي يعني جتنا بنت ويبقى له بروفايل ليه؟ لأنه عم تربع بهذا المجتمع ثقاتها ما عندها ثقة بنفسها لأن المثل هم البنات للممات بس هي بغوط هم البنات مش للممات سوري نحنا أبدا أنا ما بوافق على الرأي البنات همهم مثل هم الصبيين وهم الصبيين يمكن أكتر فيه مشاكل بوجهها الصبي كتير صعبة الفهم عارفي يعني إذا حكت البنت بعتبرها تمرد عم تتمرد على الأسرة بينما هي بتشارك بفكرها صح وأنا بقول أنه الست والمرأة عندها فكر رائع خليها رائع يعني الأفكار اللي موجودة عند المرأة أفكار كتير حلوة وإذا بنتظر بالعالم قديش فيه سيدات نشحات فيه كتير ستات عملوا فرق بس خلينا نعطيهم مجال خلينا نعطيهم مجال البنت والصبي نفس الشي بعدين التفعيل دور المرأة في البيت والمجتمع دورة كزوجة كأم أخذ القرارات الصائبة تعليمة أهم شي لازم نعلم المرأة فيه مجتمعات كتير بعدها لهلأ المرأة ما بتروح المدرسة البنت ما بتروح المدرسة الصبي قبل لازم يروح يعني يمكن أنا بقول نحن بكندا هنا ما فيها المشكلة لكن بالعالم العربي موجودة موجودة يعني بكفة تاخد السرتيفيكات وبيمشي الحال لا لازم تتعلم مثلها مثل خية يعني خلينا نعلمها خلينا نثقفها خلينا نعطيها هذه التولز وأكيد المجتمع سيتغير ما وكمان احنا متأثرين في مجتمع شرقي أنه الورثة بتروح أكتر للأولاد مش للبنات الشهادة عشان يعترف فيها يعني شهادة رجل أو مقابل شهادة نساء اثنين أو ثلاثة الأخيرة فبرضه المجتمع خلق يعني إشكالات وكأنه الوضع صار مقبول في هذا الوضع مشان هيك بدي أقول أنه الوضع مش مقبول الوضع أبدا مش مقبول ونحن بحاجة أنه يكون فيه مؤسسات مسيحية ترعنا بهذا الشأن حتى الأمور يلي موجودة بالبلاد العربية حتى الدولة نفسها حتى المنظمات الموجودة يجب كلها تشتغل على تغيير القوانين أنا مع فكرة تغيير هذه القوانين لحتى نقدر نساعد نحن بحاجة أنه نغير ونطور هذه القوانين لحتى يكون فيه مساوية بين المرأة وبين الرجل والغريب أنه كل الدول بتمضي على وثيقة الأمم المتحدة على أساس حرية الدين وحرية المرأة وحرية كده وفي البلد بتتعامل بطريقة تانية كله حبر على وراء كله حبر على وراء ربنا يعطينا أن يكون عندنا وعي من هذه الناحية وأنا بقول ياريت الكنيسة بتاخد دور رائد بهذا الأمر أكيد أنا بتمنى من قلبي أن الكنيسة تاخد هذا الدور وهذا ما فيه انتقاص أبدا 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 لحق الرجل ولا لوضعه ولا لدوره ولا لشيد إحنا بحاجة أنه نوقف هذه الوقفة لأنه بالنهاية بدي أقول لك أنه هيدا الرجل اللي واقف ضد المرأة مين ربته مش أمه مش أمرأة اللي ربته نعم طيب معناتها نحنا لازم نعمل هذا الموقف لازم ناخد هذا الموقف هذا كتير كتير مهم تفضل فيني أقول شغلي كتير مهمة بأهدافنا نعلم المرأة أنه لازم تحب محبة غير مشروطة وهيدا كتير مهمة يعني نحنا دايما صعبة صعبة دايما أنه منحبك إذا عملت هيك دايما فيها الإذا فيني أعرف هالشي أنه أنا لازم حب محبة غير مشروطة شو ما كانت بنتي شو ما كان ابني شو ما كان لازم حب غير مشروط إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم أليس الخطاء يفعلونها هكذا كان بالحري بعائلاتنا كان بالحري بعائلاتنا بعدين التواصل المرأة أهم شيء لازم نعلم وندرب المرأة تعرف تتواصل مع الله يعني بدون بدون أي شكليات فيك تتواصل مع الله كيف ما أنت وين ما أنت يعني بالصلاة أصدق بالصلاة طبعا بالصلاة بقراءة الكلمة بالتنمية حياتها الروحية هذا كتير مهم هذا كتير مهم حتى بالخدمة التي تخدمها لازم هذا نشتغل عليه حتى يكون عندها ثقة بنفسها يعني مش بس إنه فيها تصلي الحالة بقضطة فيها تصلي مع مجموعة مثلا خلينا ندعمها فيها تصلي بالكنيسة فيها تصلي مع مجموعة سيدات فيها تقود اجتماع سيدات نعطيها المجال نعطيها المجال لازم بعدين المرأة بس تتواصل مع الله بغض النظر عم نحكي إن كان بالكنيسة أو بالبيت بصير عندها سلام وفرح داخلي بصير عطاءة مختلف وبناء داخلي مية بالمية